رسميا انطلقت رحلة العد والفرز اليدوي داخل المنطقة الخضراء للمحطات المطعون بها البالغ عددها أكثر من ألفين محطة نفقا لمفوضية الانتخابات عد وفرز يدوي يأتي وسط ترقب شعبي وسياسي من قبل كتل تدعي بأن أصواتها سوريقات خطوة وبحسب متابعين لن تغير منصبغة النتائج كثيرا ولن ترضي الأطراف المعارضة طبعا ألفين محطة من خمسة وخمسين ألف محطة لا تشكي وقوم كبير خصوصا أنها موزع على عدة دوارة وعدة محافظات بالتالي لا يحدث هناك تغير أو إذا حدث فهناك تغير طفيف لا يغير بالنتائج المفوضية ما زالت تخالف الفقر الثمانية وثلاثين من قانون الانتخابات اليدوي نص على عادة العد والفرز في حال وجود شك ووجود طعون وفي حال بقاء النتائج كما هي عليه الآن أي مطابقة للعد والفرز الألكتروني فلا خيارات أمام القوى المعترضة سوى طريقين التوافق السياسي أو التصعيد الشعبي وعلى الأغلب الطريق الأول هو سيد الموقف سيكون بعد المصادقة على النتائج بحسب مراقبين تضغط الآن حتى تحصل على توافق سياسي ولكن نعتقد أن التوافق السياسي سيعيدنا إلى المحاصصة وستكون لك حكومة مخرجاتها سلبية جدا ولن تستمر أكثر من ستة أشهر وبالتالي حقيقة الشعر العراقي أيضا سيطح بها من قبل القوى الفائزة وندخل في دوامة كبيرة جدا مثل حكومة 2018 وإلى حين المصادقة على نتائج الانتخابات تبقى الاحتجاجات الشعبية مستمرة على أسوار المنطقة الخضراء للضغط على الجهات المعنية بقرار العد والفرز اليدوي الشامل لكل المحطات وهذا ما استبعدته أوساط متابعة من بغداد مصطفى الشمري السومرية